هاي مي ستودينت اليوم راح نشرح الوحدة السادسة تايتل ما لها او العنوان ما لها كل يوم شنو اللي نسوي في كل يوم الوقت بمار الغائب معناها دائما نبدي بالسؤال عن الوقت للسؤال عن الوقت نستخدم دائما لما نسأل عن الوقت أو الساعة نستخدم إنها التاسعة نستخدم الضمير هي للتعبير عن الشخص الغائب المفرد المذكر مثال هو يلعب لعبه في كل يوم هنا هو أولين مفرد الشيء الثاني هو مذكر والشيء الثالث هو عاقل فهذا نكون لما نجتمع عنه شنعوض عنه الغائب؟ نعوض عنه به الشيء نفس استخداماته بالضبط ما عدا أنه هي تستخدم للمؤنث والهي للمذكر نستخدم الضمير شيء للتعبير عن الشخص الغائب المفرد المؤنث هي فتاة رائعة أو فتاة جميلة هنا باعتبارها غير فهي عاقل وغير مؤنث وغير وحدة فهي مفرد فاستخدمنا لها الشيء نستخدم Always للدلالة على التكرار أو الإدامة ومعناها دائماً وتقع بين الفاعل والفعل Always معناها دائماً وهذه دائماً تجوياً بين الفاعل والفعل علي Always ووجز تيبي علي دائماً يشاهد التلفزيون فهنا ال Always اجت بين الووجز اللي هو الفعل الرئيسي وبين الفاعل اللي هو علي سارة Always eats breakfast سارة دائماً تتناول فطورها فهنا سارة فاعل وإيدز فعل اللي Always اجت بياناتهم نستخدم أداة نفي Never أداة نفي ويعني معناها أبداً قبل الفعل الرئيسي دائماً تجوياً قبل الفعل الرئيسي Example He never went to university هو لم يذهب إلى الجامعة أبداً أو هو أبداً لم يذهب إلى الجامعة النفاع أنه ما راح للجامعة She never did any homework هي لم تقوم بحل واجباتها اليومية أو المنزلية Never أبداً وأيضاً النفاع وين الجهت بين السارة وبين الشي وبين الدد الدد هنا فعل الرئيسي والشي اللي هي أصلاً الفاعل أما استخدامات أيام الأسبوع Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday and Saturday Example لما نريد نسأل عن أيام الأسبوع إيش نستخدم هم ماتين نستخدم What What day is it today ما هو اليوم اليوم شنو من الأيام It is Sunday إنه الأحد What day is tomorrow ما هو يوم غدن فلنفرض أنه اليوم الأحد فبالتالي يعني لازم أنه يكون يوم غدن هو يوم الأثنين فراح يكون جوابنا It is Monday And thank you so much And thank you so much That's it Thank you so much You And thank you so much